اشتراك مع السلام عليكم ورحمة الله اليكم الاحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة اجواء باردة وغائمة جزئيا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 7 درجات مئوية بينما الصغرى الملموسة هي 4 درجات مئوية يوم غد الأربعاء تتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وبالتالي تتكاثر الغيوم وتسقط زخات رعدية من المطر تبدأ الأمطار في المناطق الشمالية تمتد تدريجيا لتشمل المناطق الوسطى وبعض المناطق الجنوبية هذه الأمطار تكون مصحوبة بالرعد والبرق والرعد أحيانا وأحيانا تكون غزيرة الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الأربعاء انخفاض على درجات الحرارة أجواء غالبا غائمة تسقط زخات رعدية من المطر بين الحين والآخر الحرارة العظمى المتوقعة 11 درجة مئوية هي أقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية والأربعاء ليلا أجواء غائمة والباردة أيضا والحرارة الصغرى المتوقعة 6 درجات مئوية يوم الخميس استقرار مؤقت على الأوضاع الجوية ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا الحرارة العظمى بحدود 14-15 درجة مئوية والخميس ليلا تتكاثر القيوم على ارتفاعات مختلفة وبعد منتصف الليل يحتمل سقوط زخات متفرقة من المطر والحرارة الصغرى المتوقعة يوم الخميس 9 درجات مئوية يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة والأجواء غائمة وتسقط أمطار متفرقة بين الحين والآخر الحرارة العظمى يوم الجمعة حدود 15-16 درجة مئوية ويوم الجمعة ليلا أجواء غائمة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 8 درجات مئوية اعتبارا من يوم السبت والأحد انخفاض واضح على درجات الحرارة وأجواء باردة وغائمة وماطرة حتى الثلاثة بإذن الله الأحوال الجوية المتوقعة أو ملخص للأحوال الجوية المتوقعة يوم غد الأربعاء زخات رعدية من المطر وأيضا في استقرار مؤقت على الأحوال أو الأوضاع الجوية يوم الخميس وتجدد هطول الأمطار بإذن الله يوم الجمعة واعتبارا من السبت انخفاض واضح على درجات الحرارة واستمرار سقوط الأمطار بإذن الله من طقس العرب أعزائي المشاهدين نحييكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة